اشتركوا في القناة طبعا بما أن القمر اليوم مستقر في برج العذراء وفي منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة له ثلاثة وعشرين لا ينتقل بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر مستقر في برج العذراء وحكينا لما بكون القمر موجود في برج بيأثر على جميع الأبراج بتأثيرات البرج فعشان هيك اليوم منشعر أو منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورها ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا برضو ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود زي وسواس هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبواسع نقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا زاوية بطيئة هاي الزاوية طبعا اقتران هي من المفروض إيجابية ولكن مكان موجود الزهرة وأورانوس خلى هاي الزاوية تصير ممتزجة بين الإيجابية وبين السلبية مع بعض الزهرة منتحسة وأورانوس ساعته قليلة هاي الزاوية رح أذرتها تكون الساعة وحدة ودقيقة وفجرا يعني صباحا نقدر تقول فبعض العلاقات يعني في بعض العلاقات رح تبدأ بصورة مفاجئة علاقات غرامية بطريقة مفاجئة وبرضو في علاقات غرامية ضعيفة رح تنتهي بشكل سريع وغير متوقع يعني ممكن تنتهي علاقات عند أشخاص بشكل سريع وممكن تبدأ علاقات بشكل سريع بين أشخاص أخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و47 دقيقة صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و57 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و30 صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم طبعا الآن رح نتكلم عن انتقال المريخ من الجوزة للسرطان رح ينتقل كوكب المريخ في تمام الساعة 11 و48 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج من برج الجوزة لبرج السرطان ورح يمكث فيه حتى عصر يوم 11-6 ودائما لما بينتقل المريخ من برج لآخر بيحمل معاه غالبا شحنات من أعمال العنف أو المواجهات أو الحوادث وبيتوقف ذلك على طبيعة البرج اللي بينتقله أو بينتقل منه بما أنه بينتقل هاي المرة في برج مائي فمن المتوقع حصول حوادث الهاصلة بالمياه والسوائل كغرق صفن أو عبارات أو سيلان نفط مثلا من باخرة أو ما شابه كذلك الفترة المذكورة أي اللي هي ما بين اليوم لغاية 11-6 بيشعر موليد برج السرطان بالنشاط والحيوية والطاقة والجراءة والرغب الجنسية ولكن ممكن يندفعوا أحيانا في تصرفاتهم اتجاه الغير بتأثر معهم هاي على موليد الأبراج المائية الأخرى مثل العقرب والحوت والترابية مثل الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد عنده المريخ ساعة ولادته في برج السرطان ومن طبيعة اللي بنولد عنده المريخ يعني بنولد وبكون المريخ موجود في السرطان بميل دائما لحماية بيته وأهله أكثر من غيره يعني عنده انتماء عالي وبدافع عن مكنونة عائلته بشكل شارس جدا نظرا لكون أنه المريخ ما بيتمتع بصمعة طيبة يجب على كل منا الحذر في الأسابيع المقبلة من مجالات معينة فيها يعني فيما يلي أبرز هاي المجالات عشان الكل ينتبه لها برج الحمل بدهم ينتبهوا من أمور إلها علاقة بالسكن والعقارات والعلاقات العائلية برج الثور العلاقة مع الإخوة والجيران والسفر والتنقلات داخل المدن الجوزاء على الناحية المالية السرطان عدم التهور في تصرفاتهم الأسد من المؤامرات اللي ممكن إنها تحاك من وراء الكواليس ضدهم العذراء العلاقات مع الأصدقاء الميزان العلاقة مع المسؤولين العقرب السفر البعيد والمواضيع القضائية والامتحنات الجامعية القوس الأموال المشتركة الجدي الشراكة المالية والعاطفية يعني ما بين الأزواج الدلو الصحة والعلاقة مع الزملاء في العمل الحوت العلاقة مع الأحباء طبعا القمر بما إنه موجود في برج العذراء فأخلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت 24 رح يبدأ في تمام الساعة 10.49 دقيقة قبل الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 4.5 دقائق بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر القمر إنحسار المحدد 12 يوم في تمام الساعة 12.9 دقائق ظهرا بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد بنسبة 75% القمر في العذراء حتى يوم 24.4 سعيد بنسبة 70% عطارد في الثور حتى يوم 4.5 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الثور حتى يوم 9.5 منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان زي ما حكينا في ساعات الظهر ورح يمكث في السرطان لغاية 11.6 هو سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم بيتراكم في العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا جيدا لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلاج المسائل الطارئة للتواصل إلى أو للتوصل لا اتفاق ابحث عن حليف أو الدعم واتجنب الإساءة لأصدقائك وشركائك وحاذر من التراجع الصحي برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم فيهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي ولا التواصل مع المحيط ممكن يكون يوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا إذا استغلته بشكل جيد بتشعر بالطمأنينة وبالراحة برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم إش إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بيسجل لقاء مهم هذا اليوم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارات أو بتلعقك بعض الأعمال بتكون ملحة وضرورية خصوصا خلال هاي الفترة واليوم المقبل اللي هو بكرة برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة بتناقش موضوع مالي أو ممكن يعني تتسرع في أمر معين ولكن أنا بنصحك أنه ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل توقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك والفترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في نجاح مشروع جديد الفترة هاي بيحمل نوع من أنواع الحماسة والوضوح في الأفكار برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم هذا اليوم بسيطر التعب الشديد عليكم بتفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بأن ما في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب أخذ القرارات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل برج الجدي ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات لبعيده كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرص برج الدلو تفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن ولا تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية برج الحود ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو في العاطفة كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة لأن الضغوط ممكن تكون كبيرة والأوضاع ممكن تكون صعبة عليك تطلب منك التركيز أكثر وشحن نفسك بطاقة لأن نطاقتك ضعيفة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر